حكيت لحضراتكم بشكل عامل بيت الكبير حيكون شكله عامل ازاي خلال الفترة القادمة ولكن خلونا نبدأ بأولى الفقرات اللي حتكون دائما موجودة معانا فقرتنا الأولى في البيت الكبير حقصد الحقيقة كلنا تابعنا واستمتعنا بالاحتفالية الجميلة اللي نظامها النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية بعد إنجازات الموسم الذهبي وكلمة مجازة للكابتن محمود تكلم كابتن محمود الخطيب طبعا نتكلم فيها في كل الاتجاهات ووجه شكره للدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات الموجودة في الدولة الداعمة للرياضة والمؤسسات الناجحة كمان اتكلم عن جمهور الأهلي وكالعادة طالبهم بالاستمرار في الدعم والمساندة للنادي الأهلي اتكلم عن فريق الكرة وعن النشاط الرياضي الحقيقة كابتن محمود اتكلم فيه كل الاتجاهات وكانت احتفالية خير ختام وأجمل ختام لهذا الموسم التاريخ موسم تاريخي على كل الأصعيدة على أصعيد النواحي الرياضية على أصعيد النواحي الانشائية حاجات كتيرة جدا جدا بنتكلم عنها وحاجات كتيرة جدا جدا كنا بنتناقش فيها خلال الفترة اللي فاتت والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين احتفالات على أعلى مستوى وهذه الاحتفالات لن تراها إلا في النادي الأهلي والأهلاوي لما بيشوف النادي الأهلي في الاحتفالات وفي هذه النجاحات والانتصارات ولما بيشوف حفلة زي دي بننقلها لحضراتكم على شاشة قناة الأهلي بيشعر بالفخر الحقيقة يعني بيشوف نجوم نادي بيشوف رئيس نادي ومجلس إدارته بيقرب من البيت الكبير اللي هو نادينا الكبير النادي الأهلي بيشوف النجاح اللي اتحقق وإزاي احنا مش مقصرين في أي احتفال احنا احتفالنا وفارحنا وبدأنا خلاص نفكر في اللي جاي الحفلة دي ما يعملهاش إلا النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو الكيان الرياضي الوحيد في مصر اللي بيكون قادر على حصد كل هذه البطولات في موسم واحد النادي الأهلي هو مدرسة الإدارة الرياضية في مصر والقرى السمراء وده بالواقع وبالبطولات والانتصارات والنجاحات الاحتفال ما كانش بس بالبطولات ده كمان بالنجاحات والتوسعات في كل المحافظات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو بيتكلم عن مفاجآت ستحدث خلال الفترة القادمة في كل محافظات مصر النادي الأهلي سيكون متواجد أو في معظم محافظات مصر في القاهرة مع القاهرة الكبرى طبعا النادي الأهلي بيغطيها من شرقها لغربها ولسه إن شاء الله مفاجآت كثيرة جدا لحضراتكم خلال الفترة اللي جاي يعني أنا أول حاجة حبيت أن أحتفل أو أتكلم فيها مع حضراتكم هي هذه الاحتفالية ليه؟ لأنه في أو هناك البعض بيحاول أن يقلل من النادي الأهلي ومن عظمة النادي الأهلي هقول لحضراتكم دي دلوقتي ولكن كل اللي أنا قلته ده الحلقة الحلوة بتعمل أزمات لبعض الناس فهذه الناس بتحاول تشوه ما يعرفوش يقولوا على الحاجة الحلوة حلوة ما يعرفوش يتعاملوا مع النجاح لازم يحاولوا يشوهوا الجمال اللي حضراتكم شايفينه في هذه الاحتفالية لازم يحاولوا يقولوا أنه في حاجات غلط الناس دي لابد من أن احنا نتجاهلها يعني مثلا خليني أقول لحضراتكم حاجة حصلت ما ينفعش واحد يطلع يقولك أصل الكابتن حسن حمدي قال لكابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب رد على الكابتن حسن حمدي وقال له يا كابتن حسن كذا 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 يا جماعة ده حوار ما بين ده لو كان حصل هذا الحوار حوار ما بين الكابتن حسن وكابتن خطيب بعد ربنا ما حدش يعرف هذا الحوار غير كتن حسن وكتن خطيب ده لو حصل مثل هذا الحوار حصل حوار ما بين إسلام ومحمد الحوار ده حد يعرفه بعد ربنا غير إسلام ومحمد ما فيش حد تالت ربنا والتنين دول اللي بيتكلموا هي الناس دخلت وقالت إزاي مثل هذا الكلام اللي يضرب شائعات بالشكل ده محتاج يتأكد من زكاؤه شوية لأن الأهلوية معظمهم عارفين تقاليد النادي الأهلي وكابتن حسن حمدي بالنسبة لي هو واحد من الرؤساء التاريخيين والأساطير الكبيرة جدا اللي متواجد دائما في النادي الأهلي وفي كل احتفالات النادي الأهلي كلما سمحت له ظروفه كمان الحقيقة برضو النادي الأهلي عامل موسم ذهبي هو الأفضل في تاريخه فكل محاولات التشويه أو التعكير الفرحة الفرحة ملهاش وزد بالنسبة لي ليس لها وزد وليس لها قيمة عند جمهور النادي الأهلي بالمناسبة فخلي بالحضراتكم من كل هذه الأمور لأنها أمور صعبة جدا احتفلوا اتبسطوا مع كل هذه النجاحات الواضحة وكل هذه البطولات اللي حضراتكم شايفين لأنه إيه الحلاوة وإيه العظمة الكل اللي كانوا موجودين كل التكريمات اللي حصلت تكريم المهندس سيفي الوزيري وتكريم كل المجموعة الرعاء اللي موجودين مع النادي الأهلي الحقيقة حاجة محترمة جدا تكريم المهندس محمد يحيى وتكريم كل هذه الأسماء المحترمة ودورهم في رعاية النادي الأهلي اللي دايما لما كنت نيجي نتكلم كنت بقول لحضراتكم أن هناك البعض بيحاول أن دايما يقولك إيه شمعنا نادي الأهلي وبياخد أكثر الرعايات عشان اللي حضراتكم شايفينه علشان كمية البطولات اللي بيتم الاحتفال بيها علشان مستوى الاحتفال بيبقى عامل كده بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه وبالتالي من وجهة نظري مش عايزين نبص للناس دي مش عايزين نقول لهم أو عايزين نقول لهم إحنا مش فارقين معنا خالص إحنا كل اللي فارق معنا إن احنا نكسب هذه البطولة أكتر حاجة لفتت نظري في هذه الاحتفالية كلمة مهمة جداً جداً الكابتن محمود الخطيب قالها كابتن الخطيب قال إن الفترة اللي جاية أو السنة اللي جاية صعبة جداً فعلاً السنة اللي جاية صعبة جداً 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 إن أنت تصل إلى القمة أنا بتكلم لأنه كانوا السنتين اللي فاتوا كنا بنخسر فيهم الدوري فالناس كانت منتظرة إيه اللي حيحصل السنة دي الحمد لله خدت كل حاجة في كرة القدم وفي كل الألعاب عملت إنشاءات على أعلى مستوى في كل مكان ولكن كابتن محمود قال اللي جاي صعب جداً 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 وهذه هي الحقيقة اللي جاي صعب جداً 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 في كل هذه الأمور عموماً احتفالية رائعة يستحقها كل اللاعبين اللي شاركوا في هذا الاحتفال الرائع يستحقها مجلس إدارة محترم برئاسة كابتن محمود الخطيب يستحقها رعاء محترمين واقفين مع النادي الأهلي وكلهم الحقيقة من كل الشركات الرعاء للنادي الأهلي الحقيقة كلهم شركات محترمة وشركات كبيرة جداً الشركة المتحدة وشركة بريزمتيشن المهندس السيف الوزيري والأستاذ محمد يحيى الحقيقة الاتنين عاملين مجهود جبار مش عايز أقول لحضراتكم قد إيه المجهود اللي بيعملوه عشان نقدر نوصل لكمية الرعاية اللي حضراتكم شايفينها ولسه إن شاء الله القادم أفضل ألف ألف مبروك لكل أبطالنا في كل الألعاب وفي كل الرياضات في كرة القدم تحديداً وفي كل الألعاب الأخرى اشتركوا في القناة